زلزال غزة يعيد تشكيل العالم لنتخيل عالماً خالياً من الغرب وهيمنته قد يكون من المبالغة توقع مثل هذه الصورة لكن المؤكد أن العالم يسير حتماً نحو مشهد لا يتمتع فيه الغرب بهيمنته الاستعمارية نفسها فالدول الغربية تقف اليوم أمام محك الحفاظ على أدوارها القيادية العالمية وإدامتها في العقود المقبلة ما هو السبيل إلى ذلك؟ ثم تاماً يتحدث عن التواضع تواضع هذه الدول يفرض عليها التكيف مع الحقائق والمتغيرات إنها متغيرات على صعود مختلفة في التركيبة السكانية والثروات العالمية والهيبة الثقافية وغيرها من المؤشرات في حسابات القوة الحضارية فرنسا الاستعمار تجاهد مثلاً للحفاظ على نفوذها في غرب أفريقيا في السنوات الأخيرة وأمريكا تعاهد كل حلفائها بالدفاع عنهم وربما الامتحان الأصعب اليوم أمام كل هذه الدول المهيمة هي من دون منازع غزة فسهام الانتقاد ضد مجمل الدول الغربية لم تتوقف إلى اليوم على خلفية دعمها للاحتلال وإبادته الموصوفة المسألة تمسها مباشرة فالانتقادات قائمة على قاعدة مقاومة الاستعمار الاستيطاني المدعوم أمريكياً وأطلسياً فهل تزيد الأصوات التي تعلن انضمامها إلى جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية؟ وهل ستنجح الضغوط التي تتعرض لها محكمة الجنايات الدولية لعدم إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين في كيان الاحتلال؟ الحدث بدأ يسبق الغرب الحدث الفلسطيني تحديداً والطوفان وغزة وجبهات الإسناد وكل هذا المشهد سبق بأشواط القوة الغربية التي ما زال بعضها يعيش في عصر هيمنته الاستعمارية التي لا تمس أو هو يظن ذلك قال يوماً نيلسون منديلا عدوي ليس بالضرورة عدوك ربما هي قاعدة ذهبية لفهم كيف ترسم الأحداث اتجاهات العلاقات الدولية في المنطقة والعالم جراسيا بيتار الميادين